السلام عليكم في الفيديو ده هنتكلم عن الكريبس سايكل او تسمى الترايكربوكسيليك أسد سايكل واختصارها تي سي اي او تسمى السيتريك أسد سايكل سميت بالكريبس سايكل نسبة للعالم هانزي كريبس اللي اكتشفها سنة 1937 وسميت بالستريك أسد سايكل لان اول مركب بيتم تكوينه في السايكل وهو السيتريك أسد اللي هو السيتريت وسميت بالترايكربوكسيليك أسد سايكل وده لان السيتريك أسد لما نيجي نبص على التركيب بتاعه اللي ايه بيحتوي على تلات مجموعات من الكربوكسيل ومجموعة الكربوكسيل اللي هي COOH وتلاتة باللاتين يعني تراي عشان كده بيسمى ترايكربوكسيليك أسد سايكل تحدث عملية الكريبس سايكل في الميتوكندرية خاصة في الماتريكس في الغشاء الداخلي الميتوكندرية يعني أي أنساجة في الجسم تحتوي على الميتوكنداريا تتم فيها عملية الكريبس سايكل هدفها هو الحصول على الطاقة الـ ATB اللازمة لخلايا الجسم وينتج عن الكريبس سايكل 12 ATB بيتم فيها تكسير الأسطيال كو أنزيم A إلى 2 كاربون داقصيد و 3 ناد H و 1 فاد H2 و 1 جي تي بي الناد H بتنتج 3 ATB وعندي 3 من الناد H يبقى 3 في 3 بتسعة ATB والفاد H2 بتنتج 2 ATB والـ 1 جي تي بي بيسوي 1 ATB فلما نجمع الـ ATB الناتجة من كريبس سايكل 9 زاد 2 زاد 1 هيديني 12 ATB الأسطيال كو أنزيم A بيجي من تكسير الكربوهيدريات والبروتين والليبد نتيجة تكسير الكربوهيدريات لو أنا كلت نشويات وسكريات بتتكسر وتديني الجلوكوز الجلوكوز بيتكسر عن طريق عملية الجليكولوسيز ويديني 2 بيروفيد والبيروفيد بيتكسر وتديني الأسطيال كو أنزيم A اللي بتدخل في الكريبس سايكل أما نتيجة تكسير البروتين لو أكلت أكل فيه بروتينات بيتكسر البروتين ويديني مجموعة من الأمين وأسد زي الألانين والألانين بيتكسر وتديني البيروفيد والبيروفيد بتتكسر وتديني الأسطيال كو أنزيم A اللي بتدخل في الكريبس سايكل أما نتيجة تكسير الليبد لو أكلت أكل في دهون بيتكسر ويديني الأسطيال كو أنزيم إيه اللي بتدخل في الكريبس سايكل الكريبس سايكل عبارة عن 8 تفاعلات هتحتاج 8 إنزيمات منهم 4 مرات هنحتاج إنزيم D-Hydrogenase لأن ناتج الكريبس سايكل هيكون 3-H و 1-FAD-H2 فهيتم انتزاع الهيدروجين 4 مرات فهنحتاج إنزيم D-Hydrogenase 4 مرات وهنحتاج إنزيم السنسيزة لإنزيم المصنع مرتين الكريبس سايكل سميت بالسايكل لأنه هبدأ بمركب الوجزال وأساتيت مركب بيحتوي على 4 كربونات وهنتهي بنفس المركب الوجزال وأساتيت عشان السايكل تفضل مستمر عندي جولوكوز بيتم تكسيره عن طريق عملية الجلايكولوسيز ويديني 2 بيروفيت وبتتم العملية ديت في السيتوسول وبيخرج الـ 2 بيروفيت من السيتوسول ونروح رايحين للميتوكندرية عشان تتم عملية الكريبس سايكل كل واحدة من البيروفيت بتدخل في الكريبس سايكل يعني الكريبس سايكل بيتتم مرتين الخطوة التمهدية إن البيروفيت هيتحول لأساتيت الكوونزايم A البيروفيت بيحتوي على 3 كربونات والأساتيت الكوونزايم A بيحتوي على كربونتين التغيير اللي حصل في التفاعل إنه هيتشال كربونة وهيدروجين من البيروفيت الكربونة هتخرج في سورة كربون ديوكسايد والهيدروجين هتخرج هيخدها الناد وهيخرج في سورة ناد H وهيدخل في التفاعل الكو أمزايم A فهيتكون الأساطية الكو أمزايم A عن طريق إنزيم البيروفيت دي هيدروجينيز كومبليكس الخطوة الأولى في الكريبس سايكل هنبدأ بمركب الوجزال أوسيتيت هيتحد مع الأساطية الكو أمزايم A وهي الدين الستريت اللي هو الستريك أسد الوجزال أوسيتيت بيحتوي على أربع كربونات والأساطية الكو أمزايم A بيحتوي على كربونتين فهي الدين الستريت اللي بيحتوي على ستة كربونات اللي حصل في التفاعل إنه هيتشال كو أمزايم إي من الأستيال كو أمزايم وهندخل مية في التفاعل الأجزال وأستيت هتاخد هيدروجينة فهيتشال الدبل بوند والأستيال كو أمزايم إي هتاخد الأو إيتش فيتكون مجموعة الكربوكسيل الثالثة لأن الأجزال وأستيت بيحتوي على مجموعتين كربوكسيل فهيتكون الستريت اللي بيحتوي على ثلاث مجموعات من الكربوكسيل التفاعل هيتم عن طريق إنزيم الستريت سنتيز الإنزيم المصنع للستريت والتفاعل ده هو التفاعل الريفيرسابل بيمشي في اتجاه واحد فقط عند الستريت اللي بيحتوي على ستة كربونات اللي تكون في أول تفاعل لازم يتحول في النهاية لو يجزاله الستريت اللي بيحتوي على أربع كربونات يبقى في خلال السيكل هيخرج كربونتين من التفاعل وهيخرجه في صورة كربون ديوكسايد سينكسيد الكربون الخطوة الثانية الستريت هيتحول لأيزوستريت الاثنين اللي هم نفس الفرميولا C6H8O7 بس الاختلاف ان ترتيب الملكيولز مختلف ان الأوئيت شبت لما كانت موجودة في الكربون رقم ثلاثة هتتحرك للكربون رقم اثنين التفاعل هيتم عن طريق انزيم الأكونيتيز وهو كلاس من الايزو مريز التفاعل ده تفاعل ريفيرسابل تفاعل عكسي الخطوة الثالثة الايزوستريت هيتحول لألفا كيوتو جلوتريت التغيير اللي حصل في التفاعل ان الايزوستريت بيحتوي على ستة كربونات هيتحول لألفا كيوتو جلوتريت اللي بيحتوي على خمس كربونات يبقى فيه كربون هتتشرف التفاعل وهتخرج في سورة كربون دايكسايد وهيخرج هيدروجين هياخدها الناد وهيخرج في سورة ناد اتش الانزيم المستخدم في التفاعل لأيزوستريت دي هيدروجينيز عشان شلتها هيدروجين من التفاعل التفاعل ده تفاعل ايريفيرسابل التفاعل غير عكسي بيمشي في اتجاه واحد فقط الخطوة الرابعة الألفا كيوتو جلوتريت هيتحول لسقسيناي الكو انزايم اي التغيير اللي حصل في التفاعل ان الألفا كيوتو جلوتريت بيحتوي على خمس كربونات هيتحول لسقسيناي الكو انزايم اي اللي بيحتوي على أربع كربونات يبقى فيه كربونات هتخرج من التفاعل وهتخرج في سورة كربون دايكسايد وهيخرج هيدروجين هياخدها الناد ويخرج في سورة ناد اتش ويدخل القوة انظام إيه الانزيم المستخدم في التفاعل هو ألفا كيتو جولوتاريت دي هيدروجينيز عشان شلت هيدروجين من التفاعل التفاعل ده تفاعل إل ريفيرسابول بيمشي في اتجاه واحد فقط كل الخطوات اللي جاية هيفضل عدد الكربونات أربع كربونات عشان يوصل للأجزالو أستيت اللي بيحتوي على أربع كربونات وكلها هتكون تفاعلات ريفيرسابول تفاعلات عكسية الخطوة الخامسة السقسينية الكو انزيم اي هتتحول لسقسينيت التغيير اللي حصل في التفاعل انها يخرج الكو انزيم اي من التفاعل وهيخرج طاقة هتخرج طاقة في سورة جي تي بي اللي هي تعادل واحد اي تي بي وهيفضل عدد الكربونات ستة اللي هي اربع كربونات الانزيم نستخدم في التفاعل السقسينية الكو انزيم اي سنستيز الخطوة الستة السقسينيت هيتحول لفيوماريت التغيير اللي حصل في التفاعل انها يخرج هيدروجين من التفاعل وهيتكون الدبل بوند وعشان الطاقة اللي خرج من التفاعل طاقة أقل ما بتكفيش الناد فاللي هياخد الهيدروجين هو الفاد فالفاد هيدخل وهيخرج الفاد H2 والإنزيم المستخدم في التفاعل السقسيني D-Hydrogenase عشان فيه هيدروجين خرج من التفاعل الخطوة السبعة الفيوماريت هيتحول لماليت التغيير اللي حصل في التفاعل إن أنا هدخل مياه في التفاعل فهيتشال الدبل بوند وهيفضل عدد الكربونات ستها أربع كربونات والإنزيم المستخدم في التفاعل هو الفيوماريز الخطوة التمنى الماليت هيتحول لأجزال وأساتيت اللي بيحتوي على أربع كربونات واللي بدأنا به السيكل التغيير اللي حصل في التفاعل إنه هيتشال هيدروجين من التفاعل وهياخده الناد ويخرج في سورة ناد H والإنزيم المستخدم في التفاعل الماليت D-Hydrogenase عشان شمنا هيدروجين من التفاعل ملخص الكربس سايكل الكربس سايكل بتتم في تمن تفاعلات هتحتاج تمن إنزيمات منهم أربع مرات هنحتاج إنزيم الديهيدروجينيز في التفاعل الثالث والرابع والسادس والثامن ونحتاج إنزيم السنتيز في التفاعل الأول والسنستيز في التفاعل الخامس والتفاعل الثاني هيحتاج إنزيم الأكونوتيز وهو قلاص من الأيزوماريز والتفاعل السابع هيحتاج إنزيم الفيوماريز بينتج عن الكريبس سايكل 2 كربون ديوكساتو بيخرجوا في التفاعل الثالث والرابع وبينتج 3 ناد إتش بيخرج في التفاعل الثالث والرابع والثامن وبينتج واحد فاد اتش تو بتخرج في التفاعل السادس اول مركبة هيتكون في الكريبس سايكل هو السيتريت اللي بيحتوي على 6 كربونات عن طريق ستسلة من التفاعلات هيتحول في النهاية الى اجزاله اسيتيت اللي بيحتوي على 4 كربونات واللي بدأنا بالسايكل عشان السايكل تفضل مستمر بينتج عن الكريبس سايكل 12 اي تي بي وبكده نكون خلصنا شرح الكريبس سايكل لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وشيره سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته